السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا كلهم تابعين قناة الدوائك. حلقة جديدة المهاردة ان شاء الله. وحلقة مهمة لكل الرجال. هاتكم باتشير بتاعتك كده واركز معايا في الفيديو ده. عشان هتكلم فيه على تفاصيل مشكلة ضعف الانتصاب عند الرجال. وده من ضمن الحاجات اللي اتكلمت فيه بشكل موسع على اسباب واعراض ومشاركة ايه وكلامنا كله. لكن مهاردة يا جماعة انا جاي اتكلمكم على علاج. هكلمكم على انواع الناس اللي بيجي لها ضعف انتصاب او ارتخاء. وهكلمكم على انواع تساعدكم ان انتو تعالجوا المشكلة دي. طيب. خلينا متفقين ان اسباب ضعف الانتصاب كتير. وانواع الناس اللي بيجي لها ضعف انتصاب برضو متعددة. هكلمكم على اول نوع النوع النفسي. فيه اشخاص يا جماعة الانتصاب عندها كويس. مفهوش مشاكل خالص. يعني مش بيعاني من المشكلة عضوية بتؤدي الى مشكلة ضعف الانتصاب. وشرحت في كزا فيديو قبل كده مشكلة ضعف الانتصاب العضوية او اللي بتيجي بسبب مرض زي السكر او مرض زي الضغط او الكلام ده كله. هتلاقوا رابط حلقة آآ موجود تحت شرح الموضوع ده للناس اللي عندها سكر بتصب ضعف الانتصاب. بشكل مختصر كده. مريض السكر بتصب ضعف الانتصاب بسبب آآ ان هو بيكون السكر بأسر بشكل كبير على الاعصاب. اللي اللي مربوطة بالجهاز الدوري. فبتؤدي الى ضخ الدم بشكل ضعيف للعضو. فبالتالي بيحدث عنده انتصاب ولان مرض السكر اصلا بيأثر على الشرايين. واحنا عارفين ان العضو الزكري فيه آآ آآ شريان او وريد كده بيدخلوا الدم فبيسبب بالانتصاب. اه مش عايز اتكلم في التفصيلة دي على قد ما هتكلم في حتة ضعف الانتصاب النفسي. آآ العريس الجديد اكتر شخص بيصاب بموضوع ضعف الانتصاب النفسي. الناس اللي بيكون عندها ضغطات بتصب ضعف الانتصاب النفسي. الناس اللي بتعاني من القلق والتوتر والخوف بتصبب ضعف الانتصاب النفسي. الناس اللي عندها مشكلة الاكتئاب والامراض النفسية بتصبب ضعف الانتصاب النفسي. طيب. نقدر نتغلب على المشكلة دي? آآ نقدر نتغلب على المشكلة دي. اول حاجة بالعلاج السلوكي المعارفين ان احنا نبدأ ناخد خطوات مهمة بانه الموضوع ده عندنا آآ نفسيا مش عضويا. الناس مشكلة الناس ضعف الانتصاب النفسي. بتكون فاكرة ان العضو ازا كان فيه مشكلة او الجهاز التناسولي او الجهاز البولي فيه مشكلة. ده نوع من الجزء التاني من ضعف الانتصاب او النوع التاني من ضعف الانتصاب الناس اللي بتعاني من مشكلة تضخم غدة البروستات. وغدة البروستات دي غدة ربنا خلقها في جسم الرجل. وشارحت برضه بالتفصيل موضوع غدة البروستات اعراض واسباب وكلام ده كله. لما بحصل فها احتقان او مشكلة يا جماعة ده بيؤدي الى ضعف الانتصاب وتأخير القصف. يبقى حاجدنا من نوع التاني الناس اللي عندهم مشكلة البروستات. طيب يا دكتور اعرف ازا انا عندي مشكلة البروستات. واعرف ازا انا عندي مشكلة ضعف الانتصاب النفسي. هقول لهم لكن خلينا خلاص لكم الانواق دي. طيب. النوع التالت الناس اللي عندها مشكلة ضعف الانتصاب بسبب مرض زي السكر او الضغط او القلب او الكلام ده كله. طيب. النوع اللي بقى دي كان الناس عندها مشكلة ضعف الانصاب سابق الأدوية وتكلمت برضو في فيديو قبل كده عن الموضوع ده فيديو مهم ما سأقول لكم في التسكيرشن بوكس تحت ديوبا ده كذا نوع لمشكلة ضعف الانصاب خللنا نقل بقى النوع الأولاني ضعف الانصاب النفسي ازاي تعرف انت عندك ضعف الانصاب النفسي? طيب هقول لك الحاجة الشخص اللي بيكون عند ضعف الانصاب النفسي بيحدث عنده انتصاب صواحي مفيش مشاكل خالص دي حاجة الحاجة التانية بيصار ويستصار بسرعة وكمان بيحدث عنده انتصاب لكن بيجي عند انه هو يمارس العلاقة الحميمية طبعا في القطار السليم اللي هو الزواج بيلاقي نفسه ارتخاب مفيش ضعف مفيش انتصاب ويجي اشتكيل يا دكتور انا باجي انا قبل العلاقة ببقى كويس وحس انه عندي رغبة وشهوة ومش عارف ايه لكن عند الموضوع ده طبعا مش 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 مزبوط الموضوع ده طيب ايه علاج القصة دي؟ اساس الموضوع ده كله القلق ان انت الان ان انت ايه قلقين طيب هل نقدر نعالج القلق بادوية نفسية؟ لا احنا كصيضلة او اطباء او الكلام ده كله ما تقدرش ان انت تجزم ان المشكلة دي تقدر تعالجها بموضوع الادوية النفسية لانه هو مش مرض عضوي مية بالمية لان الناس كلها بتعاني المشكلة لا لا طب نقدر ناخد ايه؟ نقدر ناخد اشواجنة الاشواجنة ديها يا جماعة عبارة عن نبتة بتزبط موضي الانساني وبتخليه يتكيف على موضوع القلق والاسترس والدبطات فلما تاخدها بشكل مستمر هتلاقي انك تقدر تتخلص من موضوع القلق فبالتالي موضوع الانتصاب اللي عندك بسبب القلق ده ضعف الانتصاب بسبب القلق هيروح تمام طيب ايه افضل نوع ناخده؟ هو الاشواجنة اشواجنة ده من شركة جامجون طبعا شركة عالمية ومتوفرة في كل البلال الشرق الاوسط موجود كله الخليج العربي مصر اشواج الاشواج اهي اشواج تمام وهتلاقوا رابط المنتج ده في الديسكريبشن بوكس تقدروا تشتروه يبقى ده اول حاجة هنستخدمها مع مشكلة ضعف الانتصاب النفسي طيب الحاجة التانية ايه بقى؟ فيه علاجات او منشطات معمولة للناس اللي بتعاني من مشكلة ضعف الانتصاب الناس اللي بتعاني من مشكلة ضعف الانتصاب 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 النفسي دايما اطباق الذكورة بيكتبوا لهم نوع من انواع المنشطات الجنسية المهمة جدا وهي التادلافيل وتادلافيل ده منشط جنسي بيحسن من اداء الجنسي عند الرجال لانه بيعلن انتصاب فيه منه تركيزين التركيز العشتين ميلي جرام والتركيز الخمسة ميلي جرام افضل حاجة للناس اللي بتعاني من مشكلة ده تاخد التركيز الخمسة ميلي جرام لمدة 3 شهور بالضبط وده اللي الاطباق بيكتبوه ومتمثل فيه الاسنتا تادلافيل تركيز خمسة ميلي جرام بناخدوا مرة واحدة في اليوم لمدة 3 شهور هتلاقي مشكلة الضعف عندك تحل التمار لاب هناخد الاشواج مع الاسنتا الاتنين دول هناخدهم مع بعض. طيب. ده في الدسكريبشن بوكس الرابط بتاع لو عايزين تشتروه في توصيل لكل دول العالم. طيب. الحاجة التانية اللي معنا بعد كده وهو ضعف الانتصاب. احنا قلنا النفسي. ضعف الانتصاب الناتج عن امراض عضوية. ضعف الانتصاب الناتج عن امراض عضوية. ده يا جماعة زي مرض السكر والضغط والحاجات دي كلها. ممكن ناخد له حاجة تثبت الموضوع ده. حاجة طبيعي مع حاجة اااااااا كمنشج جمسي. طيب. تدن لفيد 20 مل جرام ده برضو ممتاز جدا. مؤقتا. ناخده مؤقتا قبل العلاقة. ومتمثل في الروزاسيل. الروزاسيل ده ناخده قبل العلاقة بساعة. قبل الاكل. بعد الاكل ا Xing فيش مشكلة. مشتها خل syndrome الساعة. مع اتنين كابسولا من ال سوبر ريال جيلي. مع اتنين كابسولا من سوبر ريال جيلي بقدر. ده. بناخد ده قبل العلاقة ده. قبل العلاقة ده decreases. الوقتي. لو انت بتعاني من مشكلة ضعف الانتصاب العضوية. وده الوقتي ده العلاج الوقتي. ده الناس اللي بتعاني من مشكلة ضعف الانتصاب. اللي هو مفيش اصلا انتصاب بسبب اللي هي. يا اما بتاخد ادوية. يا اما عندها مشكلة عضوية. يا اما بتعاني من مشكلة ضعف الانتصاب اللي مالوش سبب. عن ضعف انتصاب كده. مع السن بقى مع الكلام ده كله بيحصل. اده السوبرولجي اللي بناخد منه اتنين كابسولة قبل الجماع. وده بناخد منه كابسولة قبل الجماع وتأثيرها بفضل ستة وتلاتين ساعة. يبقى احنا كان عندنا النهاردة نوعين مهمين من مشكلة ضعف الانصاب. النفسي ومشكلة ضعف الانصاب العضو اللي بيجي بسبب الامراض. دول عبارة عن كرسين يقدر ناخده. الناس اللي بتعلم مشكلة دي. والناس اللي بتعلم مشكلة دي. لو انت سندك فوق التلاتين او الاربعين سنة تقدر تاخد الكرس او اي نوع منهم مفيش مشكلة. لو امرك فوق الخمسين وعندك مشاكله الكلام ده يبقى فضل انت تاخد السوبر روال جيلي مع روزاسيل الوقت. طيب لو انت حابب تاخد السوبر روال جيلي لو انت عايز تنسيته قوة. السوبر روال جيلي مع الاسنتا برضو تقدر ده يومي. بتاخدوه كل يوم. ده بيحافظ على صحة البرساتة يا جماعة عشان تكونوا عارفين. بيقلل من سرطان الاصابة بسرطان البرساتة. وبيقلل من اصابة باحتقان البرساتة وبيحسن من موضوع الانتصاب. برضو نقدر ناخد الاثنين دول مع بعض. انت الاختيار ليه? هتلاقي رابط المنتجات دي كلها في الديسكريبشن بوكس تحت. تقدر تطلبهم بكل سهولة وتوصيل لكل دول الاحتي. لو انت عندك سؤال او استفسار عن مشكلة ضعف الانتصاب سواء بسبب الاصابة ببرستاتة او بسبب اه الاصابة بمرض عضوي او حتى اه اللي هي الغير مبرر او بسبب نفسي اكتب لي في الكومنتات وانا هجاوبك. دي كانت حلقة بسيطة اتنان تشتركوا في القناة ولايك للفيديو ده. ولو الفيديو عجبت معاته لصحابك لانه لازم يستفيدوا منه. كان معكم سيدالي السلام فراج. سيدالي بمسفاياك جماعة عين شكرا.